فتابعونا أهلا بكم أعزائي طالبات التعليم الفني في حلقة جديدة من برنامجنا والنهاردة هنتكلم عن مادة الألات وبنستكمل منهجنا والحلقة اللي فاتت كنا تكلمنا عن جزء مهم جدا في عمليات الإمرار وعرفنا الفرق ما بين الطرق الإيجابية والطرق السلبية وفهمنا كمان إزاي بيتم عملية الإمرار بشكل بسيط وطبعا أكدنا ولازم بنأكد تاني مرة على أن إمرار خط اللحمة هو حركة من الحركات الأساسية المهمة في عملية النسيج بدونها ما فيش نسيج إمرار اللحمة شيء مهم جدا منهجنا السنة دي بياخد أكبر مساحة عن عمليات الإمرار النهاردة نستكمل موضوعنا وهنتكلم عن أجهزة الإمرار تقليدية التقليدية بمعنى زي ما قلنا أني عندي الجهاز متماسل يعني متماثل يعني في الجنب الشمال فيه جهاز وفي الجنب اللي مين بيبقى نفس الجهاز يبقى الماكنة عندي فيها جهازين في الجهتين جهة الشمال فيها الجهاز وجهة اللي مين فيها الجهاز التاني الجهازين بيشتغلوا عكس بعض بمعنى الحتفة الأولى جهاز الأولاني شغال الحتفة التانية جهاز التاني شغال طب أثناء ما الحتفة التانية شغال وجهاز التاني ده شغال جهاز الأولاني ده بيعمل إيه؟ مالوش أي حركة ولا بيعمل أي رد فعل عشان نصبط الموضوع ده هنقدر نشوف الكلام ده وإحنا بنقول إزاي الحركة بتوصل لكن طبعا عشان بقى فاهمين الحركة دايما بتوصل لمكنة النسيج عن طريق إدارة إيه؟ إدارة القرانك العلوي يمكن فيه الأجهزة الحديثة ما بقاش اسمه قرانك بقى اسمه عمود الإدارة بس خلينا نقول إما عمود الإدارة إيه إما الكرانك عشان برضو إحنا بنوضح حركة التشغيل بتاعتنا نكون فاهمين ونكون قادرين نستوعب الجزئية دي يعني إيه؟ امرار ويعني إيه عمود إدارة ويعني إيه عمود صفلي طب الأجهزة الحديثة فيها عمود صفلي لا فيها بدائل للعمود الصفلي بس بإن إحنا نشتغل على التقليدي تعالوا نتكلم على الكرانك العلوي والعمود الصفلي إحنا عارفين إن الكرانك العلوي الدورة الكاملة منه بيطلع كم حتفة؟ بيطلع حتفة واحدة العمود الصفلي بيدورة كاملة منه بيطلع حتفتين معنى الكلام ده وهنشوف كمان شوية الشكل بتاعنا إن العمود أو الكرانك العلوي لازم يكون راكب عليه ترس والترس ده تكون عدد أسنانه نص عدد أسنان الترس اللي هيكون راكب على العمود الصفلي وده درسناه في السنوات السابقة وشفناه على المكانة على الطبيعة في الورشة وفهمنا الحركة بيتم معاهم إزاي؟ ليه بنقول إحنا خدناه؟ لأن إحنا خدناه وإحنا بنعرف أو بنتعلم على أجهزة فتح النفس من ضمن أجهزة فتح النفس كان فيه إيه؟ كاملة الصفلية اللي راكب على العمود الصفلي وكانت تستعمل نفس العمود اللي إحنا هنشتغل عليه جهاز الإمرار الخاص بينا اللي هو سواء كان مضارب علوية أو مضارب صفلية إحنا كده اتفقنا على المبدأ يبقى أنا كده عندي عمود صفلي وعندي كرانك علوي أو عمود إدارة رئيسي عمود الإدارة الرئيسي لو عليه الترس بتاعه عليه 30 سنة يبقى أوتوماتيك عارف إن العمود الصفلي راكب عليه ترس عدد أسنانه 60 سنة وده له حسابات برضو هنشوفها أو شفناها كمان في أثناء حساب عمليات الإمرار أو عمليات فتح النفس في جزء خاص بفتح النفس طيب تعالى بقى لما نجي نتكلم عن الكامات الخاصة بإمرار خط اللحمة أو جهاز الإمرار هي بتبقى راجبة في الطرف الشمال واحدة وفي الطرف الليمين واحدة طيب الطرفين دول الكامات بتبقى راجبة في اتجاه واحد يعني الاتنين بوزهم لأعلى أو الاتنين بوزهم لأسفل لا بيبقوا راجبين بالتضاد يعني الجنب الليمين أنا هيتقيدي الليمين الجنب البوز بتاع الكامل الأعلى الجنب التاني في الشمال هيكون بوز الكامل لأسفل إبقى هم كده شغالين إيه؟ شغالين أو راجبين بالتضاد بالتضاد مع بعض بتوقيت معين بحيث لما دي تبدأ تلف اللي عليها ضرب أو الضغط على البكرة المخروطية هتبقى الجهة دي الجهة التانية علوية البوز بتاع الكامل في الاتجاه العلوي مفيش تأثير منه لإني خلاص أنا العمود بيدور وتأثير الضغط مش موجود لإن أنا في المنطقة اللي هي ما بينها وبين مركز الدوران مساحة بسيطة أو مسافة بسيطة المسافة الكبيرة لأعلى مفيش تأثير لما هتدور الكامل وتيجي عند الجزء المفروض أنها تبدأ تعمل فيه عملية القصف أو تد القوة الكافية للعمود عشان يتحرك هتبدأ تنزل على البكرة بتاعته وتديله الضغط المطلوب أول ما تديله الضغط تتولد الكوة الكافية لضرب المكوك وطيرانه في وسط النفس يبقى المكوك مش بينتنقل من الدرج للجهة التانية للدرج التاني إلا ما بيكون واخد كوة كافية تعالوا نمثلها بالضبط كده لو أنا معايا حجارة حجر عايز أحدفه من مكان لمكان أو معايا حاجة عايز أحدفها مش شرط تكون حجر أي حاجة عايز أحدفها بإيدي لازم الحاجة دي الأول اللي بقالها وزن عشان أنا أولد قوة أحد أدفع الوزن ده لمسافة معينة أنا اللي صاحب القوة بيدريعي أو بإيدي بدي قوة برجع بيها كده الورا وروح حادف حدفة جمدة فبتطير الحجارة اللي معايا للمسافة المطلوبة هي دي نفس الفكرة اللي موجودة عندي في جهاز القصف بولد قوة كافية عن طريق زراع الزراع ده بياخد القوة دي بيروح دافع المكوك ومطيره في وسط النفس طب وانا بطير المكوك ده مش ممكن يتحرك شمال ولا يمين لأ مش هتحرك ليه أول حاجة المبدأ الأولاني هو في قلب درج الدرج ده ضاغط على المكوك ضغطه مسكه مسكه عن طريق ضواغط حاجات زي يات كده وفيه زي مخدات ملمسة ليه المكوك فده ضاغط بتاع الدرج فبالتالي المكوك مستقر وثابت في المكان المطلوب المضرب لما بيدرب المكوك وبيبدأ يطير في وسط النفس وهو طاير بيلقى الجوزاء بتاعة الدف طبعا عارفين الجوزاء هي القطع الخشبية اللي بيمر عليها المكوك بتاعه في نفس الوقت لما بفتح النفس الفخز السفلي من النفس اللي بيتكونه خيوط السدى اللي مرتكزة الأسفل هي اللي بتكون مرتكزة كمان على الجوزاء فلما بيمر المكوك هو بيحتك بسرعته بالجوزاء وبالخيوط دي كمان طب الخيوط ما بتتقطعش اولا هو بيطير بسرعة عالية وفي نفس الوقت طيرانه بيديله ان ما فيش وزن معاه خلاص يعني كأنك ساقة عربية بسرعة عالية فبالتالي ما بقاش فيه وزن الوزن قل ده طبعا حاجة في الفيزياء مفروض احنا بندرس في فيزياء برضو فعارفين ان الجسم ده هو طير بيبقى وزنه قليل لانه خد قوة كافية انه يطير وفي نفس الوقت مش ها لما هيستقر هيبان وزنه لما يقف في مكانه هيحس هنحس ان فيه وزن موجود بس الاحتكاك بتاعه بسبب سرعته بيكون ملحوظ يعني مش بيأثر على خويت قوي لانه وزنه مش جامد او مش تقيل او تم كده فلما طار في الجهة التانية كان بيساعده على الاستقرار في المصار بتاعه هو الجوزاء وبشرات اللي مش فبالتالي الزاوية دي هي اللي بيمر في وسطها ايه المكوكوه بيرتكز او بيحتك اكتر كمان بسبب ميل الدف للخلف الدف ميل بالشكل ده فدي الجوزاء ميلة بالشكل ده وده الدف ميل بالوضعية دي فبالتالي بيحافظوا على استقراره في اه اتجاه المصار المزبوط بتاعه بيمر المكوك وبينتظر الحتفة اللي جاي طب تعالوا بقى نتكلم الموضوع ونتنقل ليه الطر الإيجابية ليه الامرار زي ما قولنا انا عندي هنا الاعتماد او النظرية الاساسية بتاعتي تعتمد هذه الطريقة على امرار خط اللحمة مختزنا وملفوفا حول مصورة اللحمة والتي تكفي لك تشغيل لفترة زمنية ما بين 4 ل 7 دقايق يا نهاري 4 ل 7 دقايق حاجة بسيطة جدا يعني انا بمسافة ما انا وقفت على النول ملحقتش المكوك او البكرة في ديت ده طبعا بيقدي لوجود جهاز تاني هندرسه ان شاء الله في جزء تاني من منهجنا فبالتالي بقى الفترة الزمنية لوجود خيط على المصورة دي ما بيتعداش 7 دقايق ومعنى 7 دقايق المكوكة بطيئة جدا كمان دي هو مفروض ما يكملش دقيقة ان كمية الخيط بتبقى قليلة المصورة دي بتتثبت بداخل مكوك في الحيز او المفرغ في المكوك بتاعي بطريق طبعا بتتثبت بطرق مختلفة على حسب نوع المكوكة ولا يتجاوز سرعة سحب الخيط من المكوك او من المصورة حوالي من 850 لألف متر طولي في الدقيقة يعني انا كده مفروض ان كمية الخيط الملفوفة دي ما بتكفيش حاجة اصلا ده ألف متر مثلا في الدقيقة تخيل كده انت عندك قماشة اصلا فيها عدد الفتل في الصنطي وليكن مثلا 40 فترة فبالتالي الاربعين فترة وعرض المشت قدامي متر يعني انت عندك اربعين متر في الدقيقة بتعمله اربعين متر بس طبعا في عدد اكتر من كده بيكون على الخيوط بتاعتي او على القماش بتاعي بس تخيل انت عندك اربعين لحمة في الدقيقة بيعمله مسلا بتعمله في الصنطي وانت السرعة الماكناة طيب احنا عارفين سرعة الماكناة بطيئة فبالتالي مثلا لو تلاحظ هتبص تلاقي بتبدأ مثلا من 200 حتفة في الدقيقة انت عندك 40 لحمة في الصنطي موجودة خلي باقي عشان هنترجم الكلام ده مسافة بعد كده 40 لحمة في الصنطي والماكناة دي بتعمل 200 حتفة في الدقيقة يعني 200 متر في الدقيقة 200 متر وانت عندك الملفوف على المصورة كله 1000 متر فانت اقسم الـ 1000 على المتين هتبص تلاقي انت بتعمل 5 دقائق المصورة بتعمل 5 دقائق بس طب المتين دول اللي في الدقيقة بيعملوا كم سنطي اقسم المتين على 40 هتبص تلاقي بيتعمل لك مسافة من السنتيات هتبص تلاقي انت عندك مساحة بتتعامل قماش في الوقت ده الوقت البسيط ده بتكفي لانتاج كميات كبيرة من القماش بس على المكان البطيء مش هنقول ان هي يعتبر انتاج لان انا بوصل لـ 2500 حد ففي الدقيقة في المكان الحديث فبالتالي انت بتعمل لك ممكن 3-4 متر في الدقيقة وانت واقف فبالتالي هتلاحظ حتى اللي زار مصانع وكانت شغالة بيه الاجهزة الحديثة هتلقى ان مطوط السدى بسبب كبر حجمها هي رجبة بر المكانة ومطوط القماش بسبب كبر حجمها رجبة بر المكانة من قدام هي المكانة عبارة عن جهاز وقاعد في النص كده وشغال بيقوم بعملية النسيج لكن جهاز الرخو في حتة بالمطوة وجهاز الطي في حتة بالمطوة تلقو ماش في الجنب التاني خالص فده لان المكانة بتطلع كميات رهيبة من الانتاج بتساعد المصنع انه يغطي المطلوب منه من الطلابيات بتاعته فبالتالي ده موضوع تاني خالص وطبعا هنتكلم عنه او بنتكلم عنه اكتر كمان في مادة التخطيط تعالوا نستكمل الجزء بتاعنا كده ونقول الخطوة التانية او الجزء التاني بيقول لي تعرف هذين الماكينات بماكينات النسيج المكوكية طبعا اللي هي شاتل ويفينج طبعا دي الماكينات تستخدم المكوك وده طبعا بيبقى المسمل باللغة الانجليزية بتاعتها اللي هو شاتل ويفينج ماشينز وبيأثر جهاز القصف المستخدم على الأداء الحركي للماكينات وعدد دوراتها تعالوا بقى هنا بيقول لي ايه ويلزم بتشغيل هذين الماكينات تواجد عمود إدارة عمود الإدارة عندي هنا بنقول عليه القرنك العلوي وبيستلزم كمان وجود العمود السفلي واللي بيتثبت عليه مجموعتين القصف بشكل تبادلي يعني ايه بشكل تبادلي يعني واحدة بيبقى يكون بوزها الأعلى والتانية بيكون بوزها الأسفل او بزي ما احنا بنسميها كده رجبين بالتضاد وخلي بالك من السؤال ده لانها تبص ليه جايلك كمان في الجزء العملي في امتحان آخر العام الجزء اللي بيفصل ما بينهم طبعا بيكون ما بينهم او بيفصل بينهم 180 درجة وهي طبعا احنا عارفين الدورة كلها بتكون بتعادل 360 درجة من القرنك العلوي تعال بقى تخيل ان عندك العمود السفلي هم راجبين عليه بالتضاد وقسم برضو دورة العمود السفلي 360 درجة هتلاقي ان 180 درجة اللي في الجنب اللي مين مسؤولين عن امرار الخط اللي احمى من الجهة اللي مين وال180 درجة من العمود السفلي اللي جاهزين للتشغيل الجزء التاني من جهاز الامرار اللي موجود عندي في الجهة اللي يسري يعني كده 360 درجة بتوع العمود السفلي متقسمين بالشكل ده على الكمان اما ال 360 التانيين اللي موجود عنده عقرنك العلوي دول موضوع تاني خالص ودول بيشتغلوا كل دورة بيعملوا حتفة مرة في الدورة الاولى بيشغل الجنب اللي مين امرار وفي الدورة التانية منه بيشغل الجنب الشمال امرار هو بيدور بشكل مستمر واحنا عارفين ان توقيت الحركة اصلا بيعتمد على ايه بيعتمد على دورة الكرنك مش دورة العمود السفلي عشان كده دايما بيقولك ايه بدوران الكرنك العلوي يدور تبعا له العمود السفلي بس الكرنك العلوي الدورة كاملة منه فيها كام دورة من العمود السفلي نص دورة نص دورة من العمود السفلي بتعمل كام حتفة حتفة واحدة يعني اللي احما بتطلع من اللي مين تروح الشمال وبس طب و بعدين بيعمل دورة تانية الكرنك العلوي بيلف كمان مرة لعن بيلف في المرة التانية بيحصل ايه لجنب الشمال بيكون جاهز للامرار بيدرب المكوك ويطيره في وسط النفس ويكون كده اتم حتفة من الجهة اليسرى يبقى الجهة اليسرى بتعمل حتفة رقم اتنين في الدورة رقم اتنين للكرنك العلوي في نص الدورة التاني من العمود السفلي اخد بالك من الكلام لان برضو كلام ده فني وهتتسئل في كتير جدا في جزء العملي الدورة الكاملة من العمود السفلي بتعمل كم حتفة حتفتين الدورة الكاملة من الكرنك العلوي بتعمل كم حتفة حتفة واحدة طب الكرنك العلوي ده ايه ده عمود الادارة الرئيسي اللي راكب اعلى في المكناة اما العمود السفلي اللي احنا بنتكلم انه بالدورة بتاعته بتعمل حتفتين ده عمود سفلي راكب اسفل في المكناة عدد الاسنين اللي راكب على الكرنك العلوي نص عدد الأسنان للرجبة على العمود السفلي ده بيديني نص دورة كل دورة كاملة من دورات الكرنك للعمود السفلي ده بيديني حركة لجهاز من أجهز القصف سواء اللي مين أو الشمال حسب الدور بتاعه في التوقيت بتاع أنا بزبط كل الأجهزة بتاعته لأنه عندي الكرنك العلو بيفتح للنفس بيدملي اللحمة كمان بمرر لخيط اللحمة وكمان بيشغل الطي وبيشغل الرخو في بعض الأجهزة فبالتالي هو أين بكل حاجة هو بيعمل كل حاجة فبالتالي أنا باعتمد على الدورة بتاعته بس بشغل العمود السفلي تعالوا بقى نشوف كمان بيقدم لنا ايه الموضوع ده وعرفنا إن الكرنك العلوي له أهمية وكمان عرفنا بيالي الأهمية بتاعته تعالوا كده نشوف الحتة اللي معانا دي كمان وبيقول لي تعالى كمان على الجزء ده بيكلمني عن التطور برغم من تطور التكنولوجي الكبير في صناعة آآ ماكينة النسيج إلا أنه لازالت ماكينة النسيج المكوكية تشغل حيث لا يستهم به في الصناعة عشان كده احنا قلنا لو نزلنا في بعض المصانع وأقربها منطقة شبرة الخيمة في مصانع كتير جدا شغالة بالنوع ده لو نزلنا المنصورة هتلقى في مدينة المنصورة في بعض الورش برضو شغالة بالشكل ده وبرضو لو نزلت سهاج المنطقة اللي شغالة فيها أو اللي بتستعمل الماكينات دي هتلاقي برضو النوع ده من الماكينات موجودة هناك فهو بيشتغل ومازال شغال فيه السوق بس طبعا بيلجأ أصحاب المصانع للماكينات الحديثة أفضل لسرعة وزيادة وجودة كمان المنتج بتاعها يبقى هنا عندي الماكينات بتاعتي المكوكية موجودة فعلا في السوق الصناعة طبعا بتتغير قوة الصناعة أو قوة وجود الماكينات دي مع تطور الصناعة وده طبعا بيكون معمول حسابه لكن زي ما قلنا بتكون موجودة الماكينات دي بالأكتر في البلدان النامية اللي هي طبعا دول العالم التالي وده بسبب انخفاض أسعارها وعدم حاجتها لعمالة تشغيل أو صيانة ذات مستوى علمي متقدم وده طبعا اللي بتعاني منه الدول دي يبقى هنا بستخدم النوع ده من الماكينات في الأماكن دي لإن عندي عمالية الصيانة بتاعتها بتكون رخيصة وكمان عمالية التشغيل بتاعتها بتكون برضو رخيصة الاستخدام بتاعها برضو بيكون بسيط أعطالها بتكون مقبولة قدر أي حد يصلحها لكن تعالي بقى الماكة الحديثة دي المشكلة الأكبر اللي عطل فيها عطل بيكون ساسو داخل فيه الكمبيوتر فبالتالي ممكن يكون العطل شريحة إلكترونية فبالتالي مش هينفع عامل أبدا بأي حال من الأحوال إنه يدخل يشتغل عليها أو يصلحها أو بيكون فيه مشكلة في البرمجة فبالتالي لازم مهندس يقدر يدخل على الماكة برمجة لأن الماكينات شغلة عن طريق الكمبيوتر دلوقتي فبالتالي في حاجات كتيرة جدا بتخليك تخلي بالك ونت شغال مع النوع ده من الماكينات فبالتالي لو أنا مقبل على مشروع جديد ومحتاج أجيب النوع ده من الماكينات يعني ما كان المطور بس فيها بيعدي لو لو حصلوا أي حاجة بتعد سيانته مبلغ كبير من الأموال فبالتالي صعب يعني يمكن تمن المطور لوحده بيعدي 80 ألف جنيه لو حصل معه حاجة في الأسعار اللي كانت من سنتين ثلاثة المطور بيعدي تمنه بس 80 ألف جنيه الماكينات بمليون وشوية جنيه فبالتالي وجودها في قلب ورشة لسه بتفتح أو مصنع صغير لسه بيفتح بيكون مش مجدي يعني أنا هيكلفني راس مال وإحنا يمكن درسنا رؤوس الأموال في مادة التخطيط أو هندرسها بشكل تفصيلي كمان السنة دي فيه التجهيزات الخاصة بالمصنع وإزاي أنشئ مشروعي هللاحظ أني عشان أبدأ مشروع اللي ببدأ برسمال بسيط فبالتالي وجود آآ مكنة زاد تكلفة تشغيل عالية في الوقت ده صعب المثال ده زي مثال العربيات أنا لسه بادئ بتعلم سواء فمش هينفع أجيب عربية بمليون جنيه عشان أتعلم عليها سواء لو اتخبطت مني هصرف عشان تصدق لحك كميات كبيرة من الفلوس ده برضي مشروع بتاعك لو أنا لسه ببدأ مشروع معايا مبلغ صغير فبالتالي هرمي المبلغ بتاعي على قد في الأول لما أكسب وأقدر أتوسع أبقى أدور بالخاص بالإنتاج بتاعي وأطلع على نوع تاني من الماكينات هيكلفني تشغيله آآ مبالغ أكبر بس هبقى أنا عرفت السوق عرفت الإنتاج بتاعي شغالي إزاي وعرفت أعمل اسم كمان في السوق أول ما أعمل اسم في السوق حلقة الطلبيات علي بقت عالية وأقدر أن أنا أسوق شغلي بالشكل المطلوب خصوصا لما أكون الجودة بتاعته كمان عالية تعالوا بقى نكمل الجزء بتاعنا ونقول حاجة مهمة جدا وهي نظرية القصف نظرية القصف في الماكينات دي بتعتمد على إيه بتعتمد على توليد طاقة ميكانيكية كافية وبشكل مفاجئ وخلال فترة زمنية قصيرة أنا بولد الطاقة بتاعتي وبديها أو بجاهزة عشان في حاجة هتخدها مني مرة تانية من خلال كام ومثبتها على العمود الرئيسي والتي تتعامل مع كامة القصف الأخرى بتوقيت ثابت وخلال فترة زمنية محددة ده التبادل اللي قلناه ما بين الكمتين كامة عليها القصف أو عليها عملية الضغط عشان توليد الطاقة والكامة التانية مستقرة ومفيش أي تأثير منها كلام ده عشان التغلب على مقاونة المكوك والمتمثلة في وزنه وسكونه أنا عندي زي ما قلنا المكوك لوزنه مستقر في قلب الدرج بتاعه فأنا محتاج أديله قوة كافية عشان يسيب الضواغة اللي مسكاه من الجنبين أو من الطرفين ويتير في وسط النفس بالسرعة المطلوبة بيخزف المكوك في الأنوال الألية بطريقتين شائعتين والطريقتين دول هم أهم طريقتين عندي وهنقول أسميهم أول حاجة بوسط المضارب الأولية الأفقية تاني حاجة بوسط المضارب السفلية الرأسية هنا بدأنا نمسك أول جهاز عندي وهو الجهاز الإمرار وزي ما قلنا عندي الطرق التقليدية تنقسم لنوعين وده تقسيم تاني جوه التقسيم الأولاني ونكلم عن التقسيم ده كتير لأنه بيجي لي دائما في الامتحانات بيجي يقول لي أسم لي أجهزة الإمرار أو يديني تقسيمه ويقول لي أجهزة اللي موجودة فيها فبالتالي أنا أول حاجة كده في التقسيم قبل ما نكمل الجزء اللي معنا أنا عندي التقسيم إيجابي وسلبي قلنا في الإيجابي أنا عندي مكوك وعندي سولزر وعندي ريبيار يعني فيه مكوك بيستعمله في عملية الإمرار ولو جهازين وعندي السولزر وده بيستعمل القذيفة وعندي الريبيار أو الحراب وده له ثلاث أنواع خلصنا كده الإيجابي السلبي فيه نوعين النوعين دول هو إيه ضغط الهواء وضغط المية طب فيه بقى تقسيمة تانية الأديم والحديث إيه الأديم؟ الأديم هي المكان المكوكي مضارب علوية مضارب صفلية طب والحديث كل الإيجابي والسلبي اللي بعد كده اللي هو إيه القذائف والحراب وضغط الهواء والمية ده تقسيمة تانية طيب تعالى بقى عندي إيه فيه إيجابي وفيه سلبي وجوه الإيجابي فيه تقليدي وفيه غير تقليدي يبقى أنا كده عندي السلبي مالوش أنواع هو نوع واحد اللي معايا وعرفنا فيه مكانتين أو نوعين من طرق الإمرار تعالى بقى على الإيجابي نفسه فيه نوعين الإيجابي فيه نوعين ايجابي تقليدي والنوع التاني غير تقليدي اي حاجة بتستخدم الجنبين بسميها تقليدي لان هي ايه بتستعمل الايد العادية لو انا واقف قدام مكانة ايدوي عادي لازم استعمل الايد اللي مين امرر المكوك وبعد فترة بستعمل ايد الشمال عشان امرر المكوك مرة تانية لانه هيروح وهيجي المكوك رايح جاي اما في المكان الايجابي الحديث المكوك مفيش مكوك بقى الوسيط بيتحرك او بيسحب الخيط من جهة واحدة بس الكون ارجبة عندي في الجنب ده بسحب منها الخيط بيمره في وسط النفس بيقوم بعملية الايه بعملية الامرار بالشكل المطلوب فكده التجاه سحب اللحمة اتجاه واحد الجهاز بيشتغل من جهة واحدة وفي بعض الاحيان بيكون في تماثل من الجهتين بس بيطلعه في توقيت واحد يعني مثلا لو كان الريبير او المارن او الصلب شغال من الجهتين وكانت طريقة التشغيل بتاعته عن طريق الكمات كنت هتلقى الكمات شغالين مع بعض في نفس الاتجاه بس زي شغل المكوك بتاعنا او شغل المكوكي شغل المكوكي الكمتين راجبين بالتضاد لكن تخيل لو انت مشغل ماكينات الريبير عن طريق الكمات وشغل الجنبين مع بعض لازم الكمتين يكونوا بالتساوب مع بعض وحافظين الاتجاه ويدوا الضغط في وقت واحد عشان يشغل الجنبين يطلعوا يقابلوا بعض ياخدوا الخيط من بعض ويرجعوا مرة تانية واحدة دخلة بالخيط والتانية كمان دخلة بالخيط بيقابلوا بعض في وسط النفس ويتبادلوا الخيط بتاعهم ونبدأ نروح ايه نرجع تاني مرة تانية للخزنة بتاعتي عشان خاطر ايه استنى للحطفة اللي بعد كده يبقى احنا كده عرفنا التقسيمة وقلنا التقسيمة دي مهمة جدا عشان خاطر اعمل ايه عشان خاطر افاهم وده سؤال من اسئلة كمان المقارنة اللي بتجيلي في الانتحان سواء ان كان النظري او العملي يبقى كده اجهزة الامرار بتاعتي بقى فيها ايه عندي نوعين نوع بيستخدم المضارب العلوية ونوع بيستخدم المضارب السفلية طب بسرعة يعني ايه مضارب علوية يعني ايه مضارب سفلية وده طبعا هيكون عنوان حلقتنا ان شاء الله اللي جاية لكن تعالى كده نقول مثال المضارب علوية لازم تبقى اعلى الماكنة وبتشتغل بالشكل ده كده بنفس الطريقة المضارب السفلية بتكون اسفل الماكنة عشان كده المسمى بتاعها جاي من مكان وجودها على الماكنة بتكون بالشكل ده وبتكون حركتها في الاتجاه ده يبقى عندي مضارب سفلية بتتحرك بشكل افقي مضارب علوية برضو بتحرك بشكل ايه اه اه افقي والتانية بتشتغل بشكل رأسي يبقى عشان كده اسمها رأسية سفلية اما التانية افقية علوية واحدة اعلى الماكنة والتانية اسفل الماكنة اللي اتنين الجهازين بيشتغلوا بالمكوك الجهازين بتحركهم كما لكن اجزاء الجهازين بيختلفوا عن بعض ومن ضمن برضو ان شاء الله الاسئلة المهمة في النوع ده من الاجهزة اني بعمل مقارنة ما بينهم ما بين اجزائهم ما بين حركة تشغيلهم وكمان ما بين استخداماتهم يعني في واحدة منهم بيشتغل في العروض الديئة والتانية بيشتغل في العروض الواسعة واحدة عدد الحدفات بتاعتها قليلة المضارب العلوية على حدفتها يعني محدود اما المضارب الصفلية هي تحديث للعلوية وعدد حدفتها زياد شوية فبالتالي اداني براح اكتر ان انا اشتغل فبالتالي اداني انتاج قدرت ان انا اسوأه ده طبعا ميزة من الميزات المهمة عندي في النوع ده من الاجهزة لكن زي ما قلنا هو قديم بيعتمد على وجود مكوك بيعتمد على اجهزة ميكانيكية في الحركة بيأثر في حركة تشغيله على الازم بسبب الضوضاء العالية بسبب احتكاك وضرب المكوك بالقوة اللي بتخليه يروح في الجهة الاخرى فتخيل كده كل فترة كده بتسمع الصوت عالي بيدرب في المكوك بسبب اللطاشة اللي ركبه في اعلى المضرب فبالتالي الارتداد ده بيعمل صوت ووصول المكوك في الجهة الاخرى عشان يروح لغاية نهاية الدرج بتاعي ويصطدم باللطاشة بيعمل صوت كمان مرة حركة التبادل نفسها بتاع الدرق فيها صوت الاجهزة الحديثة طبعا كل ده تغلبنا عليه لكن في القديمة كانت هي دي المشكلة لو كنت تعدي من جنب ورشة النسيج او لو مكنة عندك اشتغلت في المدرسة بتبقى فيه ضوضاء عالية انت بتبقى مش سمع حتى زميلك اللي جنبك بتعلي صوتك مش قادر سوصله بصوتك بسبب الصوت العالي اللي صادر من المكنة فالمكنة القديم تحديثه المكنة الحديث كان بسبب زيادة الانتاج وتقليل الضوضاء وزي ما قلنا ان شاء الله في الحلقة الجاية هنتكلم عن الجهيزة الخاصة بعملية الامرار اللي هي المضاربة العلوية ان شاء الله بالتفصيل نشوفكم على خير وإلى اللقاء